الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد اشتهر الشيعة بلطمياتهم فهذا أفضل شيء يحسنونه وقاموا بعمل لطمية يسيئون فيها لبني أمية وياسبونهم فقام ماجد الخالد بالرد عليهم في أنشودة بني أمية أصلهم ذهب وفي الحقيقة كانت موفقة وصراحة كانت كل كلمة في مكانها الصحيح وكانت موجعة لأبعد الحدود لهؤلاء الذين يزعمون حب آل البيت فخرج بعض معمميهم ليرد عليه وقام بتشويه وجه الخالد ببعض الفلاتر ولن أعرضها طبعا ولكن هذا إن دل فإنما يدل على حقد وعدم احترام فإذا كان معمميكم يقومون بعمل هذه الحركات الصبيانية فكيف أنتم؟ المهم دعونا نسمع لنرد على كلامه الخالد يقول بنو أمية أصلهم ذهب وصدق الله وهذا الشيعي التابع لمراجع الفرس في إيران ماذا يقول؟ يقول بنو أمية أصلهم كذا كما سمعتم ولا أريد أن أكرر كلام هؤلاء فهذا المعمم لا يعلم أنه بذلك أساءل النبي ولأهل بيته الأطهار ولأئمته لأن أصل بني أمية وأصل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت واحد فمعاوية اسمه معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف والنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فالنبي وعلي بن أبي طالب وآل البيت يلتقون مع معاوية ويزيد وبني أمية في جد واحد وهو عبد مناف إذن أصل بني أمية وأصل النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت واحد فعندما يسب هذا المعمم صاحب العلم المتواضع عندما يسب أصل بني أمية فهو يسب أصل النبي وآل البيت لأن أصلهم واحد وجدهم واحد بل هذا المعمم لم يسب النبي وآل البيت فقط بل سب كل الأنبياء السابقين لأن كل الأنبياء أصلهم واحد تخيل أن هذا المعمم أخذته الحمية على آل البيت فأراد الدفاع عنهم ولكنه لقلة علمه سبهم وسب أصلهم فبدل أن تفضحوا أنفسكم هذه الفضيحة أخرجوا شخصا له فهم وإن كنت أشك أن فيكم ذلك ولكن أخرجوا لنا شخصا يستطيعوا الرد ليرد فهذا كما نقول نحن باللهجة المصرية جيك حلها عماها لنكمل شر البلية ما يضحك والله صدق فيهم قول القائل رمتني بدائها وانسلت يقول يتميزون بالغدر وهذا أمر أجده أعجب من العجب لأن الذي غدر بالحسين هم شيعته بعدما دعوه إلى العراق ووعدوه بالنصر وأن هناك جيش ينتظره ليكون قائده فذهب ولم يجد شيئا وتركوه يواجه مصيره وحيدا هو وأهل بيته في كربلاء أمام أعينهم وبين أظهرهم وهذا ليس بكلامنا بل كلام أئمتكم أيضا فقد جاء في بحال الأنوار للمجلس والدرجات الرفيعة لصدر الدين السيد علي بن معصوم قال كما روى عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه يا فلان ما لقين من ظلم قريش إيانا وتظاهرهم علينا إلى أن قال ثم بايع الحسين عليه السلام من أهل العراق عشرون ألفا ثم غادروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم فقتلوه سبحان الله يقول بن أمية يتميزون بالغدر وإمامهم أبو جعفر يقول أنهم غدروا بالحسين بعدما بايعوه وجاء في الإرشاد للمفيد الجزء الثاني يقول الحر ابن يزيد أحد أصحاب الحسين وهو واقف في كربلاء يا أهل الكوفة لأمكم الهبل والعبر أدعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا أتاكم أسلمتمه وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه أمسكتم بنفسه وأخذتم بكظمه وأحطتم به من كل جانب لتمنعوه التوجه في بلاد الله العريضة فصار كالأسير في أيديكم لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا وحلأتموه ونساءه وصبياته وأهله عن ماء الفرات الجاري يشربه اليهود والنصار والمجوس وتمره فيه خنازير السواد وكلابه فهاهم قد صرعهم العطش بئس ما خلفتم محمدا في ذريته لا سقاكم الله يوم الضمأ الأكبر وجاء في الاحتجاج للطبرصة الجزء الثاني قال حذ يمو ابن شريك الأسدي خرج زين العابدين عليه السلام إلى الناس وأو ما إليهم أن اسكتوا فسكتوا وهو قائم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه ثم قال أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين المذبوح بشط الفرات من غيري ذحل ولا ترات أنا ابن من انتهك حريمه وسلب نعيمه وانتهب ماله وسبعياله أنا ابن من قتل صبرا فكفى بذلك فخرا أيها الناس ناشدتكم بالله هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيع ثم قاتلتموه وخذلتموه فتبا لكم على ما قدمتم لأنفسكم وسوءا لرأيكم بأية عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم قتلتم عطرتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي قال فارتفعت أصوات الناس بالبكاء ويدع بعضهم بعضا هلكتم وما تعلمون فقال علي بن الحسين رحم الله امرأا قبل نصيحتي وحفظ وصيتي في الله وفي رسوله وفي أهل بيته فإن لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقالوا بأجمعهم كلنا يا ابن رسول الله سامعون مطيعون حافظون لذمامك غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك فمرنا بأمرك رحمك الله فإن حرب لحربك وسلم لسلمك لنا أخذ تراتك وتراتنا ممن ظلمك وظلمنا فقال علي بن الحسين عليه السلام هيهات هيهات أيها الغدرة المكرة حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى أبي من قبل يعني إمامكم يناديكم ويقول لكم أيها الغدرة المكرة ويقول لكم أنكم دعوتم أباه وغدرتم به وخدعتمه وتأتي وتقول بني أمية يتميزون بالغض ما هذه البجحة وجاء كذلك في الاحتجاج للتبراصي الجزء الثاني عن سالم بن أبي الجعد قال حدثني رجل منا قال أتيت الحسين بن علي عليه السلام فقلت يا ابن رسول الله أذللت رقابنا وجعلتنا معشر الشيعة عبيدة ما بقي معك رجل فقاله مما ذاك قال قلت بتسليمك الأمر لهذا الطاغير قال والله ما سلمت الأمر إليه إلا أني لم أجد أنصارا ولو وجدت أنصارا لقاتلته ليلي ونهاري حتى يحكم الله بيني وبينه ولكني عرفت أهل القوفة وبلوتهم ولا يصلح لي منهم من كان فاسدا إنهم لا وفاء لهم ولا ذمة في قول ولا فعل إنهم لمختلفون ويقولون لنا إن قلوبهم معنا وإن سيوفهم لمشكورة علينا وجاء كذلك في الاحتجاج للتبرصي الجزء الثاني عن موصعب بن عبد الله لما استكفى الناس بالحسين عليه السلام ركب فرسه واستنصط الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال تبا لكم أياتها الجماعة وترحا وبؤسا لكم حين استصرختمونا ولهين فأصرخناكم موجفين فشحذتم علينا سيفا كان في أيدينا وحمشتم علينا نارا أضرمناها على عدوكم وعدونا فأصبحتم إلبا على أوليائكم ويدا على أعدائكم وفي نفس الكتاب عن حذيم بن شريك الأسدي قال لما أتى علي بن الحسين زين العابدين بالنسوة من كربلاء وكان مريضا وإذا نساء أهل الكوفة ينتدبن مشققات الجيوب والرجال معهن يبكون فقال زين العابدين عليه السلام بصوت ضئيل وقد نهكه التعب والعلة إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم يعني أئمتكم وصفوكم بالغدر والخيانة وأنكم بخيانتكم تسببتم في قتل الحسين وآل بيته الطيبين ثم تأتي وتقول بن أمية أصلهم غدر فهذه بجاحة منقطعة النظير أنا صراحة لا أجد كلاما أقوله يقول له المذهب مذهب كفر لماذا مذهبه كفر يا هذا هل قال بتحريف القرآن كما قلتم وأن الصحابة غيروا وبدلوا فقد روى الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال سورة الأحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغيرهم يبن سنان إن سورة فضحت نساء قريش من العرب وكانت أطول من سورة البقرة ولكن نقصوها وحرفوها فهذا قول أئمتكم وعلمائكم بأن القرآن محرف والروايات كثيرة ولكن سأكتفي بهذه فأنتم يا من تقولون بتحريف القرآن مسلمون والسنة الذين يقولون أن القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل لم يحدث فيه أي تغيير أو تبديل كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والسنة الذين يقولون بذلك ليسوا مسلمين ومرة أخرى لماذا مذهبوا مذهب كفر هل استباح عرض النبي صلى الله عليه وسلم وظل يسب فيه صباح مساء عجيب والله هل من يحافظ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويتردى على زوجاته ليس مسلما والذي يطعن في عرضه وينتهك حرمات زوجاته مسلم هل السنة الذين نشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وفتحوا البلاد ليسوا مسلمين والذين يتعاونون مع العدو على مدار العصور مسلمين شيء غريب والله وبجاحة لن ترى مثلها أبدا نسأل الله السلامة والعافية وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم